الرحلة الخامسة كل المشاكل والمصايب يلي شفتها بسفراتي السابقة ما خلتني يوقف عن السفر وبعد فترة اشتريت كل شي بحتاجه مشان سفرتي لجديدة وما سأجرت قارب هالمرة اشتريت واحد جديد مشان ياخذني وين ما بدي وسافر معي جماعة من التجار مشي فينا القارب من مدينة البصرة وكان الهوى منيح والامور على احسن ما يكون ظلينا ماشيين بالبحر ايام وليالي لحتى رسل قارب فينا على جزيرة ما فيها الدومري اسمها جزيرة العنقة قلنا لحالنا خلينا ننزل على هالجزيرة ونرتاح من البحر شوي مشينا لفترة قصيرة وشفنا بيضة طير العنقة وكانت كبيرة بحجم البيضة يلي حكيت لكم عنها بقصتي التانية البيضة كانت على وشك تفقس وطل الفرخ بمنقاره من البيضة يلي كانوا معي صاروا يكسروا البيضة وانا عم حاول وقفهم وحذرهم شو رح يصير بس اذن من طين واذن من عجين كسروا البيضة بالنهاية اتلوا بفرخ العنقة وصاروا يشووا لحموا عن نار واكلوه ويا دوب خلصوا اكلتهم المشؤومة لحتى عتمت السماء واختفى ضو الشمس وقلت لحالي اكيد هدولة طيور العنقة وفعلا طلعت لفوق وشفتهم وصاح الابطان فينا بسرعة عالقارب قبل ما يجنوا الطيور عليكن وينتقموا منكن ركضنا عالقارب بسرعة ومنزلنا شراعه ومشي فينا بسرعة طيرين العنقة وصلوا عالعش وشافوا شو صار بابنهم وصاحوا من الرعبة القارب مشي فينا بالبحر حتى غابوا الطيرين عنا وقلنا لحالنا صرنا امنين بس المشكلة انه الطيرين لحقونا وكل واحد فيهم حامل صخرة كبيرة انسى العنقة رمت الصخرة يلي بتحملها على قاربنا الابطان كان زكي وغير اتجاه القارب ونزلت الصخرة بالبحر انزهلنا لما شفنا الصخرة شقت البحر نصين لحتى شفنا ارض البحر تقريبا ويا دوب هربنا من اول صخرة لحتى ذكر العنقة زدت علينا صخرته يلي نزلت على قاربنا وهشمد جنبه نزل القارب البحر بكل بضاعة والناس يلي فيه كنت رح اغرق لو اني ما تعلقت بلوح خشب لقيته قريب مني ظليت متعلق بلوح الخشب ما بعرف وين انا لحتى رماني موج البحر لحصن الحظ على جزيرة قريبة رميت حالي على الشط ولما فقت صرت امشي بالجزيرة كانت الجزيرة معباي شجر وانهار اعادت تحت شجرة كبيرة عم حس بالهوى العليل وارتاح بعد هالسفرة المتعبة نمت يوم كامل ولما فقت صرت اتمشى بالجزيرة وشفت شبح من بعيد قربت منه وطلع الشبح شيخ كبير بالعمر وختيار كان قاعد عن نهر وفكرت انه تعيس حظ مثلي زدته البحر على هالجزيرة ويمكن سفينته غرقت مثل سفينتي سلمت عليه وانا فرحان بشوفته هز راسه سألته شو عم يعمل على هالجزيرة قام طلب مني احمله على ظهري واخده على شجرة قريبة من النهر مشان يقطف فاكهة منها شفقت عليه لانه كان ختيار وحملته على ظهري وقطف كتير فاكهة ولما حانيت ظهري مشان ينزل بطل ينزل كل ما بتذكر هالختيار بفرطه من الضحك انخدعت فيه وفكرته انسان ضعيف بس شفته على حقيقته زلمة قوي وقاسي نط الختيار بين كتافي ولف رجليه على رقبتي لحتى كنت رح اختنق اغميت ووقعت على الارض لما فقت لقيت هالعدو القاسي لساته قاعد على كتافي وفتح رجليه شوي مشان اقدر اتنفس لما شافني صحيت ضربني برجليه كم ضربة وما قدرت اقول له لأ امشيت لمكان ما بده وهو عم يأكل احلى الفواكه طول النهار لحتى فرطت من تعبي ووقعت على الارض بين الحياة والموت فتح الختيار رجليه حوالين رقبتي شوي وانا نمت تاني يوم الصبح صار يضربني ويشوتني برجليه لحتى فيقني من النوم وقضيت يومي مثل اليوم اللي قابله تعب ووجع ضليت فترة على هالحالة بيوم من الايام لقيت عنب مستوي وجنبه قرع كبير يابس قسمت القرع انصاص وغسلته بالمي منيح وحطيت فيه عنب وتركته تحت الشمس كم يوم لحتى اختمر شربت منه شوي وحسيت بنشوة الفرح شافني الشيخ الملعون وطلب مني اسقيه من هالعصير ما ترددت وعطيته العصير وصار يشرب لحتى طار مخه وحله سيئانه رميته على الارض اخدت حجر كبير وضربته على راسه ومات بارضه ضليت روح لشط البحر كل يوم بل كي بتمر شي سفينة بتاخدني وبخلص من هالجزيرة يلي ما فيها حدا شفت سفينة كبيرة عم تقرب من الجزيرة ونزلوا يلي كانوا فيها عالجزيرة سلمت عليهم وردوا السلام وسألوني عن قصتي حكيت لهون كل شي صار معي وتعجبوا وقال لي واحد منهم الله لطف فيك هالجزيرة معروفة عند التجار انه يلي بينزل على هالجزيرة ما بتنكتبله الحياة من جديد قضينا فترة قصيرة بعدين مشيت فينا السفينة ايام ليالي لحتى وصلنا مدينة حلوة سألت الابطان عن اسم هالمدينة وقال لي هاي مدينة القرود عطاني نقافة وكل واحد عالسفينة كان معه نقافة مثلي